في أعقاب اجتماع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شاكيب لعلج على التعبئة الكاملة لهذه الهيئة من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي ودعا لعلج إلى تسريع الإصلاحات التشريعية لسيما تعديل قانون العمل وإصدار قانون الإضراب لمواكبة تنفيذ ميثاق الاستثمار من جهة وتحسين مناخ الأعمال وحماية النسيج الاقتصادي وتعزيز فرص العمل من جهة أخرى من جانبه أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات يونسى سكوري أن الحق في الإضراب ومدونة الشغل شكلت أبرز المواضيع التي تم التطرق لها خلال الاجتماع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقال سكوري أنه سيتم تأطير العديد من المواضيع لأول مرة ومن بينها الحق الدستوري الخاص بالشغيلة والمتعلق بموارسة الإضراب ومدونة الشغل اليوم كان نقاش مهم حول الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها الاتفاق لوقعنا السنة الماضية والحمد لله هذه فرصة لتأكيد مرة أخرى على أنه هذا الاتفاق التي يجمع ما بين النقابات وما بين المقاولات وما بين الحكومة وهو الإطار اللي كيجعل البلاد غاد قدر تقدم كيفاش غاد تقدم أولا بتأطير دي الواحد العدد المواضيع اللي مع مرهمة تأطرات في تاريخ دي البلادنا بحل الحق الدستوري اللي عند الشغيلة من أجل ممارسة الإضراب وبحل المدونة دي الشغل اللي كيفما كان عرفوه وهدو موضوعين أساسيين اللي عندنا أمال كتعلقة لهم من أجل تحرير الطاقة في البلاد من أجل دعم التشغيل ولكن دائما في إطار الدولة الاجتماعية التي تضمن وتكفل الحقوق للمواطنات والمواطنين طبقا لتوجهات ديال سيدنا الليينسرو وهي أمور جات في البرنامج الحكومي نحن نؤمن بها ومن خلال هذا الاتفاق الاجتماعي ومن خلال العمل التشاركي سنوصل لهذه الأهداف في القريب من الأيام إن شاء الله